الآن صار بهوسع فيصل الحصول على المصادر العلمية التي يحتاجها لمشروعه البحثية من بين عناوين المكتبة المركزية بعد أن أزيلت عنها صور الحرق والدمار التي رسمها داعش على جدرانها قبل أكثر من خمس سنوات كطلاب نتعب في تحصيل الكتاب نسافر الروح نروح الغير محافظات أو المكاتب صغيرة جدا وما نجد الكتاب صعوبة جدا فنحن نختار أنه انترنت أو من غير مكان نسل المكتب ما شاء الله توفرت بسنتر العلم بالجامعة المكتبة المركزية واحدة من بين أكبر مكتبات العراق إذ تقدر مساحتها بنحو 2500 متر مربع مكونة من أربعة طوابق و36 قاعة مطالعة ما يجعلها الكبرى في المحافظة من حيث المساحة والتنوع واليوم تفتح أبوابها بشكل رسمي بعد أن عيد أعمارها من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائية عملية التأهيل تمت بتمويل منظمة اليون دي بي تم معالجة أكثر من 67 عمود معالجة أس المبنى، سقف المبنى استخدام تقنيات الحديثة في المعالجات تقنيات حديثة في إنهاءات بالنسبة للواجهات الخارجية ولداخل المبنى، منظومات تكييف حديثة، منظومات أرشفة الكترونية تقدر الكتب التي فقدتها بحوالي مليون كتاب ومخطوطة بعد أن أحرقها عناصر داعش بشكل متعمد عام 2014 ولتعويضها عما فقدته من كتب علمية وفكرية ساهمت جامعات أمريكية وأوروبية وأخرى محلية برفض المكتبة بآلاف الكتب الأدبية والعلمية في محاولة لإعادتها إلى سابق عهدها طبعا المكتبة المركزية فقدت ما يقارب المليون مصر من قبل الإرهابيون وعادت مرة أخرى بسواعد أبناء البلد الأصدقاء الدوليون لتكون مرة أخرى في خدمة المجتمع تم إنقاذ بعض الكتب من قبل المتطوعين والشباب وتعمل منظمات دولية عدة في مجال إعادة أعمار مدينة الموصلة وفي هذا الإطار أعلنت منظمة اليونسكو أن مارس آذار المقبلة سيشهد انطلاق أعمال إعادة بناء المنارة الحدباء التي دمرها تنظيم داعش عام 2017 ضمن مشاريع إعادة أعمار ما هدمه الإرهاب من سروح نينة والثقافية والحضارية يأتي مشروع أعمار المكتبة المركزية في الموصلة لكن شواهد الخراب والدمار لم تزل شاخزة في جميع أنحاء المدينة لتدل على حجم الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش بحق نينة ومعالمها حيث محمد الحراء الموصلة